السبعة الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في هاد الفيديو الجديد اليوم درت لكم كبدة جاج مشر منها يعني طلبوها مني المتتبعات وقلت لهم ما يكون لخاطركم كانت عندي في الدار قلت نشاركها معاكم ونوري لكم كيفش انا ينديرها يعني على طريقتي نروح مباشرة لطريقة التحضير عندي هنا شفية كبدة جاج كبدة وحدها معها شفية قلوبة هكذا عندي مغرف هريسة عندي ملعاقة صغيرة تخل عندي ملعاقة صغيرة تاعة كري حلو عندي ربع ملعاقة تاعة سلحانوت ملعاقة صغيرة تاعة كروية وفيها يعني قرصة بركتاعة كمون عندي شيئة ملح شيئة فلفلك حل وشوية زيت وعندي هنا تلت فصوص كبار ولا أربعة تعتم كنت هرستهم في المهرس يعني وحدهم من بعد نجي نضيف عليهم هدوك التوابل كامل مع بعض احنا يح ندير الدرسة نزيد عليها هديك الهريسة وندرسها هكذا يا مليح بالمهرس باش يتخلطوا كامل هدوك التوابل مع التوم يعني احسن طريقة هكذا يا خل ما تديروا التوم وحده والتوابل وحدهم طريقة تاعة جدودنا هكذا يا هاي لك من بعد نجيب المقلة تاعي ولا التاجين ولا ندر فيه زوج مغاف كبار تاع الزيت الزيت عادي ونرح نقلي هديك الكبدة ما تقطعوهاش في اللول ملح أحسن نقليوها كما راهي نقليها ملح حتى يعني طيب حتى تتقلاء هاي لك بعد ما اتقلتك وتعارفوا الكبدة كيفش يعني تحمار من بعد نجي نحيها هنا يا هكذا يا راهي سخونة نحيها هديك المقلة من الأفضل ما تغسلوش المقلة وسينو نطروح لكم كامل هديك البنة يا البنة تحاوس صحتها كامل هكذا يا فالقليان كي تقلوها وإلا درتوا يعني لاسوس ورميتوها دراكتما ما رايش رايحات جيكم بنينا وما تنسوش هديك المعلقة صغيرة على الخل نحيها كامل نروح نجيب هديك الدرسة تاعي ندير عليها هنا يا كمية تال ما نحلها هنا يا في الماء هنا يا درت انا مشي مال فاندير طماطم مصبرة مي درت يعني مين فارو بعمل عاقة صغيرة تا قهوة يعني كمية صغيرة برك بش تجيني برك الملقة هكذا يا خاترة شوية نحل كامل هكذا يا الدرسة تاعي في الماء يعني واحد للمين باكاست على الماء ونروح نفرخها في هديك المقلة اللي قليت فيها الكبدة تاعي تاع الجاج ونخليها حتى يعني تغلي نروح نقطع هديك الكبدة هنا يا كي تقليوها من بعد تقطعوها مع المشي ريحة تعدبكم مشي كما كي تكون خضرات تعدبكم شية في التقطع ما ملع فوق متحد جي شابا يعني تتحكموا فيها كما تحبوا بنفس الطريقة ديروا الكبدة تاع الكبش يعني كاشنها ان شاء الله نديرها لكم الكبدة مش شرملة بخاسك نفس الطريقة شوفوا كيفاش جتني سهلة هنا يا كي لاني قطع فيها بخاطرنا هي سخونة ما قدرتش ان نمسها بيدي كامل نقطعها هكذا يا حتى نكملها يعني قلي واحدة تاخد اللون اللي حبي نحيها بيضة يعني هواحر من بعد نروح نعود نرميها في هذي كلاسوس ما هنما ما درتش بيزاف اللي ما سيبوخسة ما حبيتهاش تتجمر لي بزاف قد نخلطها هكدايا معاها ونخلي الكبدة تشرب لي كامل هذيك الدرسة باش تجيني بنينا كاي اللي حتى يجمروا هذي كلاسوس باش يرميوها يعني كيف كيف ميانا نحب نرميها في هذي المرحلة باش تشرب لي كامل هذيك الدرسة يعني وما يجيش تلقو تعتم فيها قاسح ونخليوها حتى طيب واحدة الخمس دقايق هاي لك بعد ما طابت يعني بالخفض طيب تطلق كامل هذيك الزيت الدرسة خليوها تنشف شوية انا هنا يا خليت فيها شوية يعني العسس هكدايا راي حجيكم هاي لك هنا يا في طبق التقديم نتمنى لك بدان مشر من العتاعي تكون نالت اعجابكم وكما نقول لكم يعني كالعادة فضلا وليس امرا ما تنسوش يعني تشتركوا في القناة التاعي واتفعلوا الجرس يعجباتوا قناتي طبعا ونقلكم نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله تبقاوا على اخير اشتركوا في القناة